المهندس محمد السيسي البعينين داخل الحدود البحرية البحرينية والتي وثقتها قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي سهام الغدر وقال البعينين إن السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية وأضاف بأن هذا التحرك نيابي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين ومطالباتهم بوضع حد للمبارسات الاستفزازية الخطيرة التي ترتكبها السلطات القطرية بحقهم مشيرا إلى أن هذا التحرك سيشمل حصر جميع الأضرار وحالات الانتهاكات التي تعرض لها الصيادون البحرينيون في مياه البحرين الإقليمية من قبل السلطات القطرية وأشار رئيس خارجية نواب إلى أن هذا التحرك نيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين والذي سوف يحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد البعينين عدم استبعاد التوجه للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتعويض الصيادين عن الأضرار التي وقعت عليهم جراء اعتداءات السلطات القطرية في المياه الإقليمية لمبلكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر